السلام عليكم معكم أحمد جمال من قناة إيفوي صديق العزيز الزميلي أخي وأختي في الألعاب أبو نية رح أعطيك فكرة عن الأحداث اللي رح تبدأ بكرة ورح تسبب ضرر أكبر من الشطة والليمون على جرح مفتوح هيا نبدأ أنت وأنا لعبنا ألعاب كثيرة تجربتك الجميلة للألعاب أعطتك خبرة تستطيع من خلالها تمييز الألعاب عن بعضها وتقدر تعرف أن في مراجعات ألعاب تشوفها في اليوتيوب ما تحرق لك القصة أو تؤثر على طريقة لعبك كمثال لو عرضت لك مجموعة صور لخرائط جديدة أو مرحلة معينة في لعبة Grand Theft Auto ما رح تؤثر عليك وتقول الله ينتقل منكم حلقة اللعبة عليها وكثير من الألعاب لو عرضت لك صور أو فيديوهات لها ما رح تفهم إيش القصة ولا تعرف شيء وما بتفرق معاك تقول إيش هذا المكان اسماني فاهم شيء لكن لعبة God 4 مختلفة تماما كل اللي تسرب حتى هذا اليوم لن يؤثر نوعا ما على طريقة لعبك وتجربتك اللعبة بتصدر في 20 أبريل وبكرة يوم 12 ستبدأ مراجعات اللعبة بغزو اليوتيوب هذه اللعبة لو شفت صورة لمنطقة معينة أو زعيم معين أو مشهد رح يؤثر على تجربتك لأن اللعبة تعتمد بشكل كامل على القصة ما هي لعبة أونلاين ولا لعبة جرانديك مثل موستر هانتر ما يفرق معاك لو شفت وحش معين أو غيره نصيحتي لك من يوم 12 أبريل لو شفت كلمة مراجعة God of War أو نظرة أولى أو نظرة شرعية ما يهم لا تشوف ولا فيديو في اليوتيوب حتى في قناتنا لو نزلنا مراجعة God of War لا تشوفها لأنها بتؤثر من جد في طريقة لعبك وبتضيع عليك عنصر المفاجأة والمتعة والتشويق ممكن تعرف حقائق عن اللعبة أو العالم عشان لما تبدأ تلعبها تكون عندك خلفية ثقافية جيدة فتستمتع أكثر مثل الفيديو اللي نزلنا اليوم في قناتنا ويعطيك معلومات حلوة عن الحقبة اللي تدور فيها أحداث اللعبة وتقدر تشوفه فوق وفي الوصف تحت فيه ألعاب صنعت من أجل أن تخوط تجربة ممتعة ورهيبة لا تحلق على نفسك وأصحابك واستمتع باللعبة لو اللعبة ممنوعة في دولتك ممكن تسوي هساب أمريكي أو أوروبي وتشتري اللعبة وتستمتع بهذه التحفة الفنية الرائعة اللي احتمال نشوف جزء ثاني لها في الجيل القادم قل لنا هل أنت من النوع اللي ما تفرق مع القصة ولا التجربة أو العكس لا تنسي الشيك على الفيديوهات اللي على اليسار وخذلك لفها في القناة بنزل أشياء بتعجبك وفعل زر اللايك والاشتراك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك جديدنا أول بأول ونشوفكم في خير